الله. افلوا مايك. في ايه الناس كلاك هتفتح المايك مرة واحدة? سمعيني كويس يا شباب بوسق الشاشة واضحة قدامكم? معانا رابعة اكتر ولا تانية? هو انتو يا الصوت يبقى عالي كده يا مرة واحدة ملاقش صوت. في حد معانا رابعة ولا كله تانية? اه احنا رابعة. اه احنا رابعة. ماشي تمام. طيب اه لو رابعة بس علشان نبقى محددين عشان انتم عارفين ما بحبش يعني ان انتم تبقوا تايهين في المحاضرة ومش عارفين احنا مشغلين فين بالزبط. اه بالنسبة لربعة. الناس اللي الرابعة بس يجمعوا معي دلوقتي عشان اللي هقوله ده وتكتبوه عندكم. اه احنا عندنا يا شباب كنا واقفين في المحاضرة. عند صفحة عند صفحة مية تلاتة وعشرين. مظبوط يا حد يبقى معي من رابعة بس الصوت يبقى واضح يا جماعة. اه مظبوط يا دكتور. تمام. عندنا بعد كده هيبقى الفصل الخامس. آآ ده هناخده فيزيكال. ماشي? يبقى الخامس ده هناخده مع بعض في المحاضرات الفيزيكال. تمام? تكتبوا عليه كده لو سمحتو. وهنشتغل دلوقتي في السادس مع بعض. يعني هيبقى مؤجل بس للمحاضرات الفيزيكال بازن الله. هنشتغل دلوقتي في الفصل السادس. معي. بالنسبة لسنة تانية. اللي معي هنشتغل من صفحة مية وتسعتاشر. من صفحة مية وتسعتاشر. واللي قبل كده هناخده فيزيكال. يعني من من صفحة بالزبط عشان احنا اخذين مع بعض الخطوات. فانتو عندكم من مية واحد لمية. من مية واحد آآ لمية وتمنتاشر. ده هناخده فيزيكال. سنة تانية. وكلنا مع بعض هناخد الجزء المشترك دلوقتي. اللي هو دور العميل في الاستراتيجية التسويقية. فسنة تانية هتبقى معي صفحة مية وتسعتاشر بالزبط. تمام? واللي قبل كده من مية واحد لتمنتاشر. ده معانا في الفيزيكال. بالنسبة لرابعة فصل كامل هنشتغل في فيزيكال لوحدكم عشان ده مش مشترك معه آآ تانية. اللي هو الفصل الايه آآ الخامس. هنشتغل دلوقتي بالنسبة الرابعة. في السادس. وبالنسبة آآ التانية. هنشتغل من صفحة مية وتسعتاشر بالزبط. كله معايا. اللي متلاغبتي قولي. كتبته خلاص الزباط الدنيا. حد يبقى معايا يا جماعة عشان نتأكد. اه تمام يا دكتور. كلنا كده مع بعض في الجزء المشترك. شكرا يا سيمون. دكتور. اهو مع حضرتك مروة ومريز ومريم وسماء. عشان اعلمتك سنفعة. طيب ماشي. اهلا بكم. طيب احنا بس آآ عايزين نركز في الجزء ده على فكرة آآ بسيطة جدا ولو استوعبناها الجزء كله هيبقى سهل قوي. آآ احنا بنتكلم على دور العميل في الاستراتيجية التسويقية. طبعا احنا متكلمين قبل كده على فكرة بتاعة الاستراتيجية التسويقية سواء بالنسبة لسنة تانية او لسنة ربعة. وهي دي الاساس اللي بيتبني عليه كل العمل في النشاط او في مجال آآ التسويق. طيب الاستراتيجية دي هل بتتعمل دون اه الاهتمام بي العميل بتتفصل عنه تماما? يا شباب لو سمعيني عايزة اسمع منكم. هل العميل مفصول تماما عندنا ومش بنهتم به واحنا بنحط الاستراتيجية التسويقية؟ نا اه دكتور. تمام يعني احنا اهتمامنا الاول والاخير بالعميل. احنا اصلا التسويق كله المقام الاول فيه هو للعميل. ده التسويق اللي ايه الناجح. طيب لما نفتح آآ الجزء ده وتنشوف العنوان بتاع دور العميل في الاستراتيجية آآ التسويقية. هتلاقوا كده فيه مقدمة صغيرة بنوضح فيها ان آآ لغاية آآ وقت قريب كان الاهتمام في الاستراتيجيات التسويقية. يبقى دي نظرة ايه? اكتبوا جنبها كده نظرة ايه? تقليدية. نظرة تقليدية للاستراتيجيات التسويقية. كلكم اياه. دكتور معلش ممكن تقول لي صرفت تام? سنة اولى اه سنة ربعة انا تقول معلش اسا صحيح. لا لا الا الله. والله كنت كويسة بنتي. ايه اللي جرولك? آآ ماشي. انسيت انت في سنة كام ونسيت كل حاجة ونيمة تماما. بس ضبط المنبه عشان المحاضرة بتاعت حضرتك بس. انت ايه? ضبط المنبه عشان المحاضرة بتاعت حضرتك. طيب. احنا في صفحة مية تلاتة وخمسين الفصل السادس يتوقف اللي سنة ربعة. وسنة تانية احنا صفحة مية وتسعتاشر. عشان ما يتلغبطوش. حسن حد يبقى داخل من تانية يدور على صفحة بتاعة ربعة. وانا عاد فاكوا بتتلكيكوا على اللغبطة يعني. آآ يبقى عندنا نظرة تقليدية خليكوا بس بعيدوا عن تققى دلوقتي عشان تققى اللي هيكلمها دلوقتي هينام على طول. آآ في نظرة تقليدية كده الاستراتيجية بتتعمل ازاي? كان بتتعمل لغاية وقته قريب مش مش بعيد. التركيز كله كان على فكرة ايه الخصائص بتاعة السلعة. اللي هي ايه اللي احنا آآ بصدد تسويقها. يبقى كل التركيز كان على فكرة الايه الخصائص آآ المادية وبالكتير قوي كانوا بيشوفوا العوامل الديمغرافية الخاصة بالمستهلكين. العوامل الديمغرافية دي المقصود بها ايه اللي احنا بنشوف هو احنا آآ الاعمار اللي احنا عايزينها آآ طب المناطق اللي هما سكنين فيها يعني دي عارفين كده ان كاد نكون مسلا بنقول لكم بيانات كده عامة علشان نصنف العملاء فكان تصنيف مبدئي جدا. فهنا لما نيجي نشوف التركيز كله كان ايه? كان على فكرة خصائص السلعة وخصائص الايه? او العوامل الديمغرافية. هل كان فيه اي نظر للعوامل النفسية او الاجتماعية اللي بتأثر على سلوك المستهلكين? لأ ما كانش فيه كلام ده خارس. يبقى كل التركيز كان على خصائص المادية للسلعة والعوامل الديمغرافية الخاصة بالمستهلكين. فاكتبوا جنبها لو سمحتوا دي كانت النظرة الايه? التقليدية. ايه بقى النظرة الحديثة? بنقول ان احنا في السنوات الاخيرة بقى فيه اهتمام. ملحوظ بسيكولوجية المستهلك. هو اللي بيخلي المستهلك يتخذ قرار الشراء. العوامل اللي بتأثر عليه. فهنا بدأ ان احنا بنبرر السلوكيات او التصرفات. مش بس كده. ده احنا كمان بنحاول نتنبأ بالسلوك ده يبقى عامل ازاي في وقت من الاوقات. يبقى هنا ده دي النظرة الحديثة. يبقى النظرة التقليدية. هل العوامل النفسية والاجتماعية فيها تأثير فيها? او فيها اهتمام? مفيش. كان كل التأثير والاهتمام بخصائص السلعة. وبس يا دوب هي العوامل الديمغرافية الخاصة بالمستهلكي. اما التطور في ايه? في ان احنا بنركز على تفهم المستهلك وسيكولوجيته وتفكيره وسلوكياته. اساس سلوكياته ايه? يعني اهم من السلوك هو مبرر او تبرير السلوك. هو اللي تسبب في السلوك. طب هو ايه سبب السلوك? ايه المسببات بتاعته? نبتدي نناقش بقى المسببات وندرس العوامل الاجتماعية لغاية ما نوصل ان احنا نعرف السلوك ونتنبق كمان باي تغير فيه. عندكم في عنوان كده بنقول ايه? ولقط كل ده احنا مقدمة بس بتعبر لنا على الفرق بين النظرة التقليدية والحديثة في مجال الاستراتيجية التسويقية. تاني المقدمة دي بتعرفنا على الفرق بين النظرة التقليدية والنظرة الحديثة في وضع الاستراتيجية التسويقية. اي مشكلة في الجزء ده يا شباب? ماشي يا جور. هنلاقي حينما بنقول ايه? وقد تضافرت عدة عوامل في زيادة الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك. من اه من المقصود هنا مش مزايا على فكرة. هو المقصود زوايا. ماشي? وتطبيقاته المختلفة. في مجال تخطيط استراتيجية الايه? التسويق. هنا بقى لما اجا اقول طب هو العوامل دي اللي خلتنا نزيد في اهتمامنا بدراسة سلوك المستهلك ونغير نظرتنا للاستراتيجية للنظرة الايه? الحديثة اللي قلنا عليها. ايه العوامل دي? اول حاجة انتشار وزيادة المفهوم التسويقي كفلسفة للمنظمة. يبقى الاول ما كانش المفهوم التسويقي ايه? موجود ضمن فلسفة اي منظمة. المنظمة ليها آآ فلسفة اساسية بس هي ايمة فقط على فكرة آآ تحقيق الارباح والجودة. انما حتة النظرة بتاعت استراتيجية تسويقية ها? ايمة على دراسة وفية لسلوك المستهلك ده ما كانش موجود. يبقى اول حاجة لما انتشرت ها آآ او انتشر المفهوم التسويقي ليس كمفهوم فقط ولكنه ضمن فلسفة الايه? المنظمة. عشان كده كان لازم ان احنا نهتم بدراسة الاستراتيجية التسويقية وفقا لدراسة مين? العميل والعوامل النفسية والاجتماعية اللي بتأثر علي. تاني حاجة ارتفاع معدل فشل العديد من المنتجات الجديدة. فشل المنتجات الجديدة بيخلي يخلينا نقف ونقول ده احنا محتاجين بقى قبل ما ننزل منتج جديد يبقى عندنا استراتيجية تسويقية عارفة كويس قوي ايه هي سلوكيات العميل وايه العوامل اللي بتأثر فيها. تلاتة تعقد عملية اتخاذ قرار الشراء. يبقى هنا لازم نعرف هو الفرد بيشتري ايه? بيشتري ايه? وهنا مش بس ان انا اعرف انه بيشتري ايه? لا ده انا اشوف كمان هو بيشتري ازاي يعني مش بس بيشتري ايه? تمام? لا ده بيشتري ازاي? وامتى? وايه الاطراف المرتبطة بعملية الشراء? وايه اسباب الشراء? فعملية الشراء ما بقتش مقتصرة فقط على فكرة مين بيتخذ قرار الشراء? قد ما بقى الموضوع ليه جوانب كتير واطراف كتير مؤسرة لغاية القرار ده ما يبقى موجود. زي فكرة الناس المؤسرين اللي قلنا عليها قبل كده. فكرة المستعملين للسلعة لما نشوف حد آآ يعمل لنا كده عن السلعة يكون فعلا نستخدمها الاشخاص المؤسرة اللي اتكلمنا عليها قبل كده. فبقى فيه اطراف كتير. وبالتالي انا المهمة عندي ان انا اعرف ان من علشان قرار الشراء ده فيه اطراف كتير ومعقد جدا. عشان كده بحتاج استراتيجية قيمة على اسس سليمة زي ما اتكلمنا مع بعض. يبقى تعقد عملية اتخاذ القرار الشراء. التعقد ده ليه? لان احنا عندنا ايه? ما بقاش فقط الموضوع هو الفردة هيشتري ايه? لا ده بقى هيشتري ايه? ها? ويشتري آآ ازاي? ايه? هو اصلا بيقوم بعملية الشراء ازاي? وامتى بيقوم بيها? وايه الاطراف المشتركة معانا اللي خلته يتخذ قرار الشراء? يعني تعالوا حضراتك وطبقوا على نفسك وكده. في وقت ان الاوقات واسأل نفسك وهو انت ما رحت اشتريت الحاجة دي اشتريتها لي. هتبصت لان فيه اطراف كتير وفيه حاجات كتير جدا. ازا قرار الشراء ليس بالقرار البسيط ولكنه قرار معقد. بكرة ان القرار معقد ده كان سبب من اسباب الاهتمام باستراتيجية التسويق اللي مبنية مش اي استراتيجية التسويق. استراتيجية التسويق الايمة على دراسة سلوكيات العميل. تفضل يا دعا. دكتورة انا معلاش لست دخلة عشان كنت ممتحن ده. موافتني كتير. هاجرتك تانية ولا اولة. لا تانية. تانية سياحة. تانية ايه? سياحة. تانية سياحة ازاي يا حابت. تانية سياحة درافة ولا دائم. لايحن بنبدأ الاول احنا بنبدأ بالتسويق الاول انتي بشو انت احنا نبدأ لتسويق لتانية سياحة وزيقه. سلجالي اشاء لاشاة. المحفمش شكرا لطلط. دي جاتليك غلط. العبو اضحك. تمام? يبقى هلأ. معالش يا دكتور صحيون? بقولك معالش صحيون مش مركزين ومزهقينك. لأ خالص دي جوارج انت عندك مشكلة على فكرة في الوايق. لا هو مش مشكلة هو انا بص عشان في الطريق. معلش. ما ده العادي يعني انا يا جوارج عندي مثل الاربع سنين اللي فتبين كنت عمرك ابدا كنت غير في الطريق. معلش والله رايح سعاشنا ضدك. ربنا معيك عمي. دلوقتي لما آآ نبص كده جماعة على فكرة آآآ قرار الشراء السطر اللي قدام حضراتكو ده حتى على الشاشة هو بيعرفنا ان عملية اتخاذ قرار الشراء عملية معقدة لان فيها اطراف كتير وتتضمن حاجات كتير مش بس ايه? الشخص هيشتري ايه? لا ده هيشتري ايه? وازاي? ومنين? ومين الاطراف اللي هتشترك معاه لغاية ما يتخذ كرار اشراء? ايه كمان? قلنا ان في متغيرات بيئية كبيرة طبعا كل ما تزيد المتغيرات دي اكتر يزيد ان احنا مهمة او ان احنا نعمل استراتيجية نقدر نواجه بيها المتغيرات دي واتفقنا قبل كده في المحاضرات كتير ان احنا بتعتبر ضغوط علينا وتعتبر تحديات حوالينا طول الوقت تخلينا طب نقدر نواجه الكلام ده بايه? لازم يكون معنا سلاح ايه هو السلاح في الوقت ده المناسب? هو استراتيجية ايما على قصص علمية سليمة بتراعي المستهلك مش بس اه ان انا اهم حاجة عندي ان هو يشتري? لأ ده انا مهمة عندي كمان ان انا ابتدي اتنبأ بيه السلوكياته طب اتنبأ بالسلوك ازاي? لابد ان انا كن دارس السلوك ومفسر السلوك ومحلل السلوك وبالتالي اقدر اتنبأ بالسلوك كمان مش الحالي لا المستقبلي والامر على فكرة مش مستحيل يعني. هقول الاربع اه نقاط تانية شباب اللي يخلي الاستراتيجية التسويقية آآ بقت محور الاهتمام دلوقتي. اول حاجة ان المفهوم التسويقي ما بقاش مفهوم مجرد وظيفة من وظيفة المنظمة لكنه اصبح فلسفة للمنظمة او للكيان ككل. تانية حاجة اللي بيخلينا برضو نهتم بالاستراتيجيات التسويقية ان في منتجات جديدة كتير بتفشل. يبقى ايزا انا قدمت منتج غلط للناس الغلط. لان انا لو مقدم المنتج الصح للناس الصح اللي محتاجينه بالفعل. واللي عارف كويس او ان هو اول ما ينزل هيتخزه قرار الشراء. ما كانش ده بقى ايه الحال بتاع بعض المنتجات الجديدة. كمالة فضل. دكتور سمعنا دكتور كويس? تفضل حبيب. ايه دكتور? سمعني كويس يا دكتور? انا سمعك كويس جدا. تمام عشان كان عندي مشكلة في المايك المحضرة في الطاقة اللي جيستير. ما فيش مشكلة اتفضل حبيب. انت بتتطمن على المايك بس ولا بتسأل سؤالي? لا انا كنت بتطمن على المايك وكنت عايز اقول لي حاجة زغيرة بس على الحديث بتقول لي. اه هو معزم يا دكتور. الشركات الكبيرة اللي دي الوقت يعني التسويب بتاحها كويس جدا ومنتشرة وليها مبعات كبيرة دي المنتجات بتاعتها كويسة بسبب ايه? الفكرة مش المنتج نفسه. يعني. تمام. يعني الشركة لما تيجي تسوق عن منتج معين بتشوف الفكرة ازاي هتقدمها للمستهلك عشان يتقبلها وفي نفس الوقت ايه? يبقى يعني اعتبر يستخدمها وهو مرتاح. او يستخدمها بشغف انها كل فترة يبحث عنها يعني انت اه. اه. او يجد نفسه فيها. اه جدا. ايه. تمام. او يستخدمها بكل فترة يعني بعنده اه عشان من الشركة كل فترة حتجدد وحت خلي المنتج ده افضل من الفترة اللي قبله. انت عارف يا كمال انت اصلا لو عملت حاصل. لا انا عمر دكتور. عندك. اه عمر اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. لو شفنا بس هو بس كمال اللي كان معايا. فجأة. ده او كمال رفع ايضه وما فتحش المايك. وماكملش اه. اه. طيب. اه اصلا هو قال لي ان انا عايز اطمن على المايك وعايز اسأل. ده عمر اصلا. اه. يبقى الحوار كله من اوله كان عمر مش كده. اه. طب يا حبيبي. ان شاء الله. انا كنت بتكلم في الحتة دي ان يعني الموازن من شركات التسويق الكبيرة بيبيع فجرة مش منتج. طب دكتور انا عندي تعليق على كلام عمر. انا معرفش اولا هو في رابعة ولا في تانية بس عيدة. هو انت صحيتي ان شاء الله. اه. فقط. لا عمر في تانية. اه هو دل وقت بيقول ان الشركات بتبيع فكرة مش منتج. ازاي ازا كان المنتج نفسه ممكن يعمل لي تسويق. يعني انا مسلا جبت حاجة كويسة جدا من شركة معينة او براند معين بروح اقول له صحابي انا جبت من المكان الفلاني حاجة حلوة قوي عجبتني قوي يجيبه منها وبنصاحك بيها. انا كده عملت لهم تسويق وهم اساسا انا ما ادريش فلوس ولا انا اصلا اعرفهم. هنا رائي رائي المستخدمين او المستعملين. ماشي? ده اللي بنقول عليه. تمام. بس هو بيقول ازاي مش كسة فكرة يعني يعني ايه فكرة انا مرفهمتش الحتة دي. يا فكرة دفع عن عمر بس هو هو يدفع عن نفسه احسن. تمام. اه تمام هي اول حاجة دكتور اللي انا قلتها فكرة دي قبل الفكرة يعتبر دي اللي بتتباع قبل المنتج نفسه. مسلا زي اه الشركات الكبيرة مسلا معي عايز اجيب ابسط مثال. زي اه زي انا قلت المرة اللي فاتت اي كيا مسلا. دي دي يعني اه بتقدم فكرة معينة ان اه انا بخش الماركت. بيبقى فيه حاجات معينة انا حاطتها. بتبقى انا عارف المستهلك. ايه? اهدافه اللي هو جاه عشانها. بيبحث عن. اه. اللي هو جاه عشانها. فبتبقى تسعين في المية. يعني بتبقى اه تبقى تسعين في مية من الفكرة دي بتبقى على المكان. اللي انا بقدم لك البيئة اللي انا بقدم لك فيها المنتج ده. انا اللي انا اللي ببقى عملها بطريقتي عشان تبقى ايه انت تبقى تبقى في المواجد تبقى موجود في المكان لأطول فترة ممكنة. وتستفيد باللي موجود في المكان لأطول فترة. ولما تطلع بره. يبقى فيه مثلا حاجة تاكلها حاجة تشربها دي تحقق لك الاكتفاء الزاتي. ان انا ايه? انا اشتريت ودفعت فلوس كتير قوي. بس انا اه لما اطلع بره واكل واكل اشرب حاجة يعني عادي. انا اه اه انا دفعت فلوس قد كده ولما اطلعت بره اه كلت او شربت حاجة فعادي. وفي ناس الوقت ايه? يعني انا انا هكون زعلان حيط صغيرة ان انا صرفت فلوس كتير ولما روح برضو هكتشف ان انا صرفت فلوس كتير يعني ملهاش يعني لازمة. يعني بتفوق بتفوق. لما بروح لما بروح لما بروح. هي اللي انا عملته في نفسي ده. اه اه لما بروح ما دي برضو يعني. عارف ان دي رجالين تسويب يسموها مرحلة. اه. يعني حضرتك هنا بتبتجي ان انت تراجع نفسك. تمام? بس هو لو لو فعلا. اه يعني كان كان في جودة في في السلعة والخدمة اللي انت حصلت عليها. تمام? بتحاول ان انت تقنع نفسك ان انت لأ بالعكس انت لو لو شيء هو معنوي هتقنع نفسك ان انت بالعكس حققت السعادة لانهما قدروا ويدخلوا دماغك. وقلت لكم الكلام ده في المحاضرة. قلت لكم دلوقتي دايما اللعب في حاجات كتير جدا على فكرة ايه الشيء اللي الناس بتدور عليه. واكتر فكرة برضو يا دكتور. كل الناس بيتكلموا ايده الوقتي. ها على فكرة. واكتر برضو شركة انا معجب يا طب. واكتر شركة انا معجب بافكارها. والصراحة يعني انا انا اتأثرت بيها وجبت منها حاجتين قبل كده زارة. زارة بمعدل كل شهر بتنزل حاجة معينة. والحاجة دي اجمل من حاجة اللي قبلها. يعني ودي بتخلي المستهلك على طول كل شهر. والحاجة بتاعيتها غالية جدا. بس انا كمستهلك بلاقي اه شرك. ده السعر العالي ده برضو هدف. قيمة مقابل سعر. قيمة مقابل سعر. هو انت اه اه. اه. اتنسيني كل اي حلوات شهرين. اه. اه. تمام. فدي اكتر شفة برضو. اه. اه. الحمد لله. عندي سؤال بس هو المحاضرة بدأ من امتى? لا احنا بدأين في معادنا. اصلا في مشكلة بس ان احنا كلنا آآ فتحين وعملين نستنى حاجة تنزلي المحاضرة. اصلا يا كراس روم ما نزلاش المحاضرة انا دخلت بالصدفة بشوف المحاضرة القديمة لاتها هي دي. ازاي? والله ده انا واحمد وكل الطلبة يعني عاملين نتكلم. وآآ لقين بس ان المحاضرة القديمة هي اللي موجودة. دخلت وطيب الصدفة. هو اللينك القديم يا دكتور او. اللينك القديم. طب ثواني اشوف لكم موضوع ده. اشتركوا في القناة 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 مفروض قال لكم اللينك ها? ما اصبوط يا سنة ثانية? سمعيني كده ولا ايه? اه سمعيني كده. بس بس. اللينك برضو مكانش جاي الرابع. ان لو انا دخلت الكلاس روم مكانش جايلي. هو كده المفروض رحل الاتنين. تمام شكرا يا دكتور. طيب عمر كنت بتتكلم. اه لا طبعا يا دكتور انا دخلت دلوقتي لقيت اللينك زاهر. بس يا الفكرة بس انا كنت بالساعة تسعة انا واحمد علي مستديني اللينك فمعلش يا اسفين نتخل. معلش هو اه اه كاكيد كان في مشكلة وسط صلاحة الحمد لله. مرسي لك شكرا يا عمر. عمر تفضل. اه بس يا دكتور فانا كنت اقول لحضرتك انا اه اكتر شركة معجب بطريقة التسويق بتاعتها شركة اه زارة. بمعدل بتنزل كل شهر. حاجة احسن من التانية. اه. وهي غالية. حاجة دي انت تقصب بها ايه اه اه جودة ولا تصميم ولا يعني وضح لي بس. لا تصميم. تصميم هي بتقدم فعلا قيمة مقابل ساعي. بس اسعارها غالية. بس ايه. اه. بس مختلفة. وفي نفس الوقت ايه. انا جودة بتاعتي مش هتلاقيها بر. فبتكبر المستهلك. ان هو يجيب الحاجة دي. والحاجة دي انت لو جبتها هتعيش معاك مدى الحياة. فبتل المستهلك لما بيفكر فيها. بيشوف ان هي هتنفعه. فبمعدة ان هو لو جاب منها مرة واحدة لو جاب لو جاب من شركة زهرة. منتج واحد هيشوف الفرق ما بين المنتج ده واي منتج برا. وهو اه لو وزنها في دماغه هتلاقيها ان هو حسب هيعتبر. نا هو كل فرد بقى هو واحد فرق. اه ايوة 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 بس. في عوامل بتأثر عليه. ايوة ايوة. بس اه في ناس بتجرب. وتشوف انها فعلا حقيقة كل ما مقابل ساعة. وفي ناس بتقول انها غالية بالزيادة. اه كابي وميرروا الكلام دوات بتبقى يعني بتقدي الغرض وفي نفس الوقت اه مش بيتحملوا. بس هيك يا شركة. وبيداروا يستخدروا الكلام ده. ما وخلي بالك برضو. اه يعني علشان بس ما نبقاش بن ايه بنروج لحاجة او مسلا. انا انا بقول لنا انا معجب بالشركة دي بترقيق تسويق بتاعتها بس. تمام. ماشي يا دكتور. اه مرسي عمر او يا رب نخليك. شكرا دكتور. مرسي. طيب دلوقتي احنا بنقول برضو في رقم اربعة قلنا ان هو ايه اه تعازم دور متغيرات او تأسير متغيرات البيئة على المنظمات او ايه الافراد. فالاربع نقاط انا كنت بعمل لكم عليها كده. فكرة ايه? انتشار المفهوم التسويقي كفانسفة للمنظمة. ارتفاع معدل فشل المنتجات الجديدة. تعقد عملية اتخاذ آآ قرار الشراء. تأسير المتغيرات البيئية. دول اربع عوامل خلوا ان الاستراتيجية التسويقية ازدادت اهميتها ومش اي استراتيجية تسويقية? النظرة التقليدية ولا الحديثة? الحديثة دكتور? الحديثة اللي ايمى على تمام. اللي ايمى على دراسة شاملة ووافية للمستهلت واحتياجاته ومتطلباته ورغباته وكمان ها سلوكياته وآآ قرار الشراء لديه العوامل اللي بتأثر عليه سواء النفسية او الاجتماعية. دي الطريقة الحديثة لاستراتيجية التسويق. تمام يا شباب ولا في اي مشكلة في ده? لا تماما دكتور. تمام. بعد كده هتلاقوا في عنوان عندكم. آآ سلوك المستهلكين واثروا في الاستراتيجية آآ التسويقية. طبعا عشان نعرف الكلام ده لازم الاول ندرس السلوك. السلوك ده معنى ايه? اولا السلوك هو مجموعة الاعمال والافعال والتصرفات. اللي بيقوم بيها شخص ما عندما يتعرض الى. ها منبه ايه? داخلي او خارجي. داخلي او خارجي. طيب انا لما اجي اقول هو انا هنا ها طب انا فاهم ان آآ السلوك عبارة عن حاجة من ثلاثة. ها عمل فعل او تصرف. تمام? عمل فعل تصرف. مين اللي بيقوم بيها? اي شخص بيقوم بيها? كلنا بتحصل لنا. تفضل يا وارد. دكتور معلش عشان لسه دخلها كتف الامتحال. احنا كنا واقفين في اخر محاضرة عن صفحة 101. صح كده? تمام. انت حضرتك سبتي اللي في النص من 101 ل 118 هناخده ودلوقتي بدأنا من 119 في المحاضرة دي بالنسبة لتانية نظر. تمام يا دكتور شكرا. معلش دكتور. لا عفو. استنتي عشان دخلت. لو دخلت اول المحاضرة كنت لقيتيني ماشي معاك وخطوة بخطوة او مش هسيبكو ابدا تانية. معلش يا دكتور نقص. لا خلصي حبا. لو تفتكروا على البورد لما عملنا فكرة الدوافع بتيجي منين? كانت البداية بتاعتنا كانت ايه? عمر تفضل. مش دي يا دكتور كنون على مسببات السلوك? تمام. بس انا ما عملت على البورد وكنت عاملة فكرة الدوافع كانت نقطة البداية ما اتكلمت عليها لخلق الدوافع. نقص. ايه? زهور الايه? الحاجة. ايه? ايه? من شعور بالنقص. تمام? طيب? قلنا علشان خاطر وجود احتياج ده بيسبب حلقة ايه? الرغبة. من الضيق او القلق. تمام? عشان انا عندي عايز الشيء ده. وكل ما كان الشيء ده ملح? ها? او الحاجة دي كانت ملحة او اساسية? كل ما كانت الحالة تديك او القلق ايه? اكبر. طيب حالة تديك او القلق عملت ايه? ولدت ايه? اه شعور بالنقص. ولدت ايه جواي? رغبة? الاحتياج? الاكتفاء دكتور? ممكن السؤال تاني? دكتور ولدت دافعة? نقول كمان. احنا كتبنا كده في وسط السطر. ها? الدوافع. وبعدين حطينا وجود الايه? الحاجة. ما بتعبر عنه? وكتبنا تحتها ايه? وكتبنا تحتها ايه? نقص. وقلنا ان الرغبة مستوى متقدم من الايه? من الحاجة. وقلنا الحاجة دي او وجود النقص ده بيعمل حالة من الضيق او ايه? او القلق. بيولد جوا الانسان ايه? نقص. طاقة. برافو. طاقة يا ضحى. والطاقة دي قوتها ادي ايه? حسب قوة الدافع. الكلام ده كله بيترجم في صورة سلوك قد يكون ايه? ايجابي او سلبي. السلوك ده هدفه ايه? السلوك هدفه ايه? اجباع رغبتي او اه حاجات. بالزبط. هو هدفه هنا هو اجباع الاحتياج او الرغبة. تمام? اول تاني. يبقى السلوك يهدف الى عملية الايه? الاشباع للحاجات او ايه? او الرغبات. يبقى ايه هو سلوك? هو مجموعة من ها اعمال افعال تصرفات. بيقوم بيها اي شخص? هل بيقوم بيها منه نفسه? ولا لازم يكون فيه مسبب? المسبب ده بنقول عليه منبه داخلي او ايه? او خارجي. يعني ممكن تبقى احتياج انا اللي شعرت بيه. تمام? او ان انا لو والله ده انا مجرد ان انا شفت الحاجة دي فتكرت مثلا ان انا محتاجها. فانا هنا يعتبر او جيه حد من مندوبي المبيعات بدأ او ايه? يظهر قدامي المزايا بتاعت المنتج. او فتحت النت بصيته لقيته طالع قدامي ولقيتهم عرضوا بطريقة خلوني ايه? انا عايز احصل عليه. يبقى المنبه هنا كان ايه? كان منبه خارجي. تمام? يبقى ازا السلوك اعمال افعال تصرفات بيقوم بيها شخص ما نتيجة لايه? ها? لتعرضه لايه? لمنبه ايه? داخلي او خارجي. داخلي او خارجي. ده? يعتبر هنا بالمثابة ايه? لسه ايه? داخلي. ايه رغبة. مطفوء انت بس نتكلم. بلاش انت? انا اسكت خالص. انا خايف انا خايف ايجي والله. ايش? هم? خلاص كده انتم ما حدش بيقول لنا ايه حاجة. مع انكم مسابت سلوك? بيسابت اه دكتور? مسبب للسلوك. يعني المنبهات دي تعتبر هي ايه? اللي ورا السلوك. هي اللي سببت السلوك. ها لقلتها على فكرة. دي درجة بعد ايه? بعد ايه? بعد ايه? بعد ايه? بعد ايه? مددنش درجات خالص السلوك دي وزعلانة والله. طيب اه انا عايز اقول لكم بس حاجة. هو انا دلوقتي ام لما ايجي اقول هو يا شباب اه السلوك ده. ها? جاي دايما من مسببات داخلية. او خارجي. او خارجي. تمام. يبقى ايزا هنا الامر ايه? مختلف. المنبه هنا خاطر يكون داخلي او ايه? او خارجي. او خارجي. تمام. يبقى هنا لما نقول ان انا عندي عمل او فعل او تصرف بيقوم بيها شخص ما نتيجة نتيجة لمسبب او منبه داخلي او خارجي. عشان ايه? عاوز ايه? ها? يحصل على سلعة او خدمة تشبع احتياجه او رغبته او رغبته ده يعتبر الهدف من السلوك. انا لو منكم اكتب الكلام ده. هقول تاني وانتو اكتبوه. يبقى ايه هو السلوك? ها? واضح عندنا? انتو يدوب تعملوا عليها دوار او ترقموا عليها. عمل فعل تصرف. بيقوم بيهم مين? اي شخص كلنا نفس. احنا خدنا السلوك قبل كده. خلقنا خدين ما سلوك التنظيمي اصلا. تمام بس هنا انت سلوك التنظيمي هو سلوك الفرض. ايو ايو. اما هنا انت بتاخدي السلوك علشان تدرسي سلوك المستهل. خلاص? ايه هدف السلوك? هدف السلوك هو اشباع او رغبة غير مشبعة. اكيد يعني. مش معقول هنقول حاجة او رغبة مشبعة. تمام? طيب يبقى هنا ايه شباب? عملنا كل الكلام ده وعرفنا الهدف من ايه? من السلوك. بص السطر اللي بعدها كذلك يعتبر المستهلك. ده بيجي سؤال في الامتحان على فكرة السطر ازاي زي ما هو كده? هو نقطة البداية ونقطة النهاية للنشاط التسويقي. حيث نبدأ بدراسة المستهلك عشان نعرف نتعرف على خصاصه عشان نقدم له السلعة والخدمة اللي تناسبه. تمام? ومش بس ان هو آآ ان هو لابد ان هو يعتقد آآ ان هو لازم يعتبر ان هو بيعمل حاجة جديدة او بيجرب حاجة جديدة. لا انا بقدم له الحاجة اللي تتناسب معي. يبقى نقطة البداية ونقطة النهاية هو مين? هو المستهلك. يبقى ما هو السلوك? هو عمل او فعل او تصرف. بيقوم بيهم شخص ما? يتعرض لمنبه داخلي او خارجي. المنبه ده ان هو مسبب ايه? السلوك. طب ايه هدف السلوك? هدفه? هدفه بالزبط. تمام? اشباحها ازاي? عن طريق الحصول على السلعة او الخدمة اللي هتتوافق مع الاحتياج او الرغبة. او اللي هتشبع الاحتياج او الايه? او الرغبة. اللي عندي غير المشبعين طبعا. خلاص? يبقى انا نقطة البداية ونقطة النهاية في السلوك في دراسة التسويق هو ايه? المستهلك. المستهلك تمام. دكتور. ايه الصعوبة بقى? افندي يا افن. اهلا. شكرني دكتور. هو انا مقدرش اقول. اين انا? انا هو? اهلا. شكرني يا دكتور. دكتور هو انا مقدرش اقول ان تعتبر نقطة البداية ونهاية النشاط التسويكي هو احتياجات العميل او النقص العميل بيخلاوه. يعني انا قريت قبل كده في التاف لبكولتر ان ان احنا بنستغل العميل ان النقص اللي عنده بناخده وبنحوره القيمة. فانا مقدرش اقول ان نقطة بداية ونهاية النهارة التسويكي هو احتياجات العميل او النقص اللي موجود عند العميل? المستهلك قصدي? طيب انا هسأل حضرتك سؤال دلوقتي. يعني انا دلوقتي انا ما بدرس المستهلك الا لما يكون عنده احتياج? لأ بدرسه. ولا بعمل دراسات تنبؤية ان شاء الله بعد عشر سنين. هل هو هيقعد محتاج عشر سنين? هو اوه تكون محتاج عشان الاحتياج بيكون مستمد ينتغلل. لأ انا ما تقدرش تحكمني على دي. او ممكن. لكن الاتقدار يتحكمني عليه هو ان ايه العوامل اللي هتأثر عليه تمام في المستقبل. تمام. اتنبأ بسلوكياته في المستقبل. وبالتالي اقدر ان انا عارفة جاهز لكل حاجة. انا متوقعة ايه الحاجات اللي هتأثر على الشخص ومدى تأثره بيها. يعني مش بس ان ان دي اشياء خارجة عن الاطار او خارجة عن حدوده هو. لأ هو مدى تأثره بيها. يعني مثلا الازمة الاخيرة دي هل كلنا متأثرين بها زي بعض? مش مقاطعة اصلا. مش مقاطعة. برافو. في ناس مش في دمخة. عدي كده على المحلات هتلاقي في ناس. وبالزبط ولا تفرق معاها. وهم ايه اه ما فيش مشكلة هم مستمرين وما فيش اي ازمة خالص عندهم. ومش حاسين بحاجة اصلا. وفي ناس يعني اه مش عايزة اقول يعني اه مش فاهمين الموضوع او فاهمينه غلط. يعني انا مسلا شفت آآ آآ شاب جايبينه كنموزج في التلفزيون ان هو آآ شاب بغلبانه على قده آآ ماشي وكل اللي بيملكه ان هو عايز يعبر بس عن ايه وجهة نظره. فشيء عظيم ويحترم جدا على فكرة. آآ فهو ساكن في منطقة شعبية جاي بدهانات وفضل يدهن ويرسم عالم فلسطين وبيرسم كويس. هو بيشتغل سواء كده في الشركة من الشركات يعني. وبجاب ايه دهانات وبدأ يكتب او يرسم عالم فلسطين على الايه? على كل الحيطان بتاعة الحي بتاعه يعني. فشيء عظيم ويعني حاجة كده تفرح يعني. لغاية كده تمام قوي. لغاية ما جي لنهاية الحوار. وبعدين بيقولوله طيب انت يعني بتعمل كده ليه وبتاع? قال لهم انا بجمع كمان الاطفال بتاع الحي وبشوفوني هنا برسم. وبحكي لهم عشان هم مش عارفين حاجة خالص. برضو لغاية كده رائع. وبعدين عايز تقول ايه كلمة اخيرة عايز اقول ان فلسطين مصرية وهتفضل مصرية ومش هنتنازل عن فلسطين ابدا عشان هي مصرية وهتفضل من بلدنا وهتفضل بلدنا وهتفضل بلدنا مين يا عمي. انا عشان في بلدناشي صح حاولتي مين ليه? هو حاول ده لف ورجع تاني يعني. هو هنا الفكرة العامة ها? في ناس عندها خلط في الامر جميل جدا. واردق فيلم الكاميرا يا حبيبتي. سوريا دكتور هموبايل علاق اصلا. هو الحاجة. يبقى احنا بس الفكرة العامة ان ايه? ان في ناس عندها خلط في ايه? في امور كتير جدا. يبقى انا هنا هل الناس دي ان انا اه اعتبر كده ان انا اه كلنا زي بعض وما فيش اي فروق وما فيش اي اختلاف ها? وكل اللي يفرق بس هل الشخص ده محتاج للسلعة او الخدمة ولا لأ عشان ادرسه وتابعه? لا دكتور وانا بدرسها دكتور قبل ما بتعامل معا اصلا. برافو. برافو. انا لو تعملت معاه قبل ما ادرسه التعامل ده مش هيبقى صحيح. تفتكروا ان دايما الحكمة اللي بتقول اعرف عدوك هي دي بس اللي موجودة لا. انت تعرف عدوك وتعرف العميل بتاعك يعني اولى بالاولى ان انت بدل ما تعرف عدوك وتعد تحارب وانت ما فيش فيدك حاجة لا اعرف العميل بتاعك عشان تنجح وتقف على الارض صلبة وتقدر تواجه ايه المنافسين بتوعك. انا كاني سايب مسلا مسلا لو حد قال لك اهم حاجة ندرس المنافسين والمنافسة طب جميل قوي. طب وانت هتنفس بايه? انت هتقعد طول وقت تشغل نفسك بالاخرين وسايب ومش مركز على نفسك? لا ده انت تفضل تركز وتركز على نفسك عشان تقدر تواجه الاخر. ان ده هو عملك الاساسي. معاي شباب? مع حضرتك يا دكتور. يا دكتور. خلاص يبقى دوت اه انا بس نور رهان كانت بتطرح فكرة فانت مجتنعة. اه لأ اطلعت وفهمت جدا. تمام يا حبيبتي. يبقى هنا احنا طول الوقت يا شباب ايه بنوضح لبعض بس مش اكتر. لما نيجي نقول بقى طب هو ايه الصعب في دراسة سلوك المستهلك? اه? ايه الصعب ان احنا ندرس سلوك المستهلك? هل ده امر صعب? شروق? لا مستعب. طب اه شروق معلش انا كده مش قدامي تانية تنزلية تتكلمي لو لو مفيش مشكلة في المايك. ايه عندها مشكلة في المايك يا دكتور. طيب يا رابط. عمر اتفضل. اه دكتور وقبل اي حاجة انا بشوف المستهلك ايه الحاجة اللي نقصه او ايه الحاجة اللي هو بيدور عليها? يعني يعني مسلا دلوقتي اه المستهلك بيدور على المنتجات المحلية. فانا مسلا يعني لازم يبقى عندي اكبر كمية من المنتجات المحلية عشان اقدر ابيع منها. ده انا بتكلم في الظروف دي. بس. ايو ايو انت على الاستثناءات يعني. اوي انا بكلم عن استثناءات بس. فانا انا يعني كتاجر اشوف ايه الحاجات اللي المستهلك محتاجها او ايه الحاجات اللي هو عنده اهتياج لها ومش موجودة عند الناس. من زكائي بقى خليها تبقى موجودة عندي عشان اكسبه ليه. ويبقى عارف ان كل حاجته هتبقى عندي. واممكن ان هو انا كده ابقى بكسبه مدى الحياة. عشان هو اجي مرة او مرتين اعرف ان عندي كل حاجة هو محتاجها مش موجودة عند اي حد تاني. اه انا هخلي الحاجات دي عندي واستغل الفرصة. او واستغل الفرصة دي عشان الفرصة دي هتفير معي بقى في المستقبل كتير. طب انا كنت شرحة برضو حاجة مع بعض وكنا بنتناقش فيها الاسبوع اللي فات وانت بالذاتي عمر او او عمر مش قادرة بتكرر حد منه كنتوا دايما بيبقى النقاشاتك رائعة يعني. بس اعتقد انت لما كنا بنتكلم على الشركات اللي استفادت من الجزء الموضوع بتاع المقاطعة وكذا. اه دكتور ده انا وعمر كنا نتكلم فيه. تمام. كنا بنتكلم على ان ايه اه اكتر حاجة سيئة ان فيه بعض الشركات اه استغلت الوضع ده بدل ما تستفيد منه. ده بالعكس استغلته عشان يزود الارباح اكتر واكتر وزودت اسعارها. كنا بنتكلم ان دي حاجة غلط خالص. تمام. المفروض موقف زي ده بالعكس ده هو يحاول يكسب الناس على قد ما يقدر عشان كمان بعد كده بعد موضوع المقاطعة والكلام ده كله ما نرجعش تاني نرجع للمنتج اه الاجنبي او اه اللي اه مش مصري ايا كان. انا عايزة اقول تعليق هو مش مش الشركة نفسها اللي غلت اللي انا سمعته ان التجار هم اللي غلوا يعني هم قالوا كزا مرة ان هم بيبيع حاجة مفروض تتباع بتمانية جنيه ده كان نوع مشروب مفروض تتباع بتمانية جنيه هم بروح اسأل عليها بلاقيها باتناشر واحتاشر. يبقى هو اختيار موزعين برضو يرجع للشركة معلش. هو احنا كنا ما بنكلم على التوزيع كنا سايبين التوزيع كده او قناوات التوزيع كده? نا. بالزبط. فيش حاجة اسمها كده? هو بيحدد. لمدة السعر ما ينفعش ان هو بيتساعد. بقى لازنك يا دكتور عندي تعريب بسيط. واحدة اعلم في حاجة هو لو كان كتب على على السعر كان دي ممكن ان هو امحت شفاء الغلطة دي اللي هو ما كانوش هيقدره انه ما يقول لقداشر لان هي مكتوب على السعر اصلا. بس اه هرجع ليكي توقع تاني بس ما سمع محمود. هو ليه المنتج المصري? ليه المنتج المصري اصلا? ما يكونش احسن من المنتج الاجنبي ليه? ما مش بيركزوا اللي هم هيحسنوا المنتج بتاعنا اصلا. حتى لو المقطعة راحت وخلاص ما بقاش في مقطعة يبقى برضو المنتج المصري احسن. بص يا محمود هو انت دلوقتي الدفعة بتاعتكو عددها قد ايه? انت ربعة? لا لا تانية. تانية? تانية. الدفعة بتاعتكو تقريبا الف. ماشي? اه لا لا. نزم اقل من كده تقريبا حوالي ربعمية. تمام. اه ده الالف تانية سياحة وضيق. اه انتو ربعمية. تمام? وعد بقى الفرق كلها بتاعت نوزم مسلا هيجمعوا قد ايه? وعد اه سياحة وفنادق وارشاد. ها? هو الناس دي لما بتتواعى بيبقى في توعية ليها بالحاجات اللي بنتكلم عليها وبنتناقش عليها طول الوقت. ها? هم دول مش هيبقوا في وقت من القوات هم دول اللي بيقودوا طبعا. اما تكون اه ليك برايفت بزنس بتاعك او ان انت تكون جزء من بزنس معمول لكن انت اه حجر زاوية مهم في المكان دوت او في الاول هتشتغل عادي وبعدين تجبر فيه لما تبقى عندك التوعية دي مظبوطة من الاول. مش ده? بعد كده هيفدنا كتير. اكيد. هيغير هيغير كتير ولو كل مكان بيعتمد على دوت انه هو احنا مش بندرس علم بس. ما ينفعش ان الطالب يخرج للحال العملية يلاقي حاجات تانية. ينفعش اجيه هنا احسسه ان الدنيا وردي ويطلع برا يتصدر. انا لازم اعلمه العلم ايوة هو ده العلم الحقيقي وهو ده هي دي القواعد وهي دي المبادئ ودي الاسس. تمام? فالواقع الفعلي في ايه? فنشوف الجاب بين الاتنين. عشان ونشوفه نقدر نتغلب على الجاب ده ازاي? او الفجوة دي ازاي? صح يا محمود? انا بشكورك جدا. اتفضل يا عمود. دكتور بس كان عندي اضافة بسيطة ان برضو ساعات اه يعني من برضو بيشتقع عليها المستورتي في التسويق ان هو بيلعبها لحيطة الثقافة. ان هو مسلا بيخلوا مسلا ان احنا مستهتكين يبقى دينا ثقافة ان المستورة دايما احسن. حتى لو. ايوة. هي الثقافة بقى. كده جيت عند نقطة رائعة جدا. هي بقت آآ الثقافة اللي منتشرة بنا. اللي هي دلوقتي في سبيلها انها هتتغير. انا اسفة انا اسفة. عشان في حاجات تانية اثرت علينا. مش عشان هي من نفسنا جت لنا صح واي يعني. مش فجأة كده صحينا وقلنا بلدنا المفروض نهتم بيها ما عملتش فينا يعني اللي يخلينا ننتقم منها كده وان احنا نوقع اقتصادها كده. وانطلع اقتصادات تانية كتير. يعني بنقف جنب ناس تانية مدتناش حاجة وما تعرفش عننا حاجة وبنسيب البلد اللي بتدينا كل شيء. صحيح يا صحوة مش جاية مننا فينا. بس حتى لو كان السبب خارجي. بس المهم برضو ان في وقت من القوات جينا لقينا ان فعلا في منتج يمكن الاعتماد عليه. حتى لو ما كانش بالجودة يا سيدي اللي مية في المية. بس في حاجات تانية مش كل حاجات بتبقى مجرد ان انا آآ آآ يعني اهم حاجة نفسي وخلاص. لأ ما اتنازل شوية وانت تتنازل شوية لغاية ما ما فيه هدف تاني نبقى بصين عليه. غير ان احنا نستمتع بالجودة او ننبسط او نشبع كل احتياجاتنا بنسبة مية في المية. لا. وليه يعني ما نتنازل شوية عشان فيه هدف تاني. هدف كبير. ليه الحاجات مفصولة كل حاجة لوحدها دي ومش متلملمة على بعض يعني تعالى قل قل اي حد منكم آآ نطرح سؤال كده. تمام لو حضرتك البلد محتاج لك في حاجة هتعمل ايه? تحطت في اي موقف? هتسيبها? وتشوف تأشيرة وتسافر بلد تانية? لا. ان الناس كلها بدأت تنزل الشعارات والاغاني الوطنية والاعلمة رف رف. وحاجة زي الفل. تعالى اقول لي بقى حد من دول. طب ايه رأيك ما تشتري المنتج المصر يقول لك لو الله ما عليش ما قدرش يحطه على جسمي. ما قدرش الحقيقة نوع معين هو اللي لا تشوفوا الحاجات يا جماعة في ازدواجية في المعيير بشكل مبالغ فيه. وما حدش يعني ليس بكم راجل رشيد يعني مفيش حد يفوق حد. يعني ما ينفعش كده ان حد ايه آآ تيجي حضرتك تشت كده يلاقي حد لا حد من اصحابك بيقول لك يا لا لا ما ينفعش برضو يعني بلدنا يعني لازم نشتري الحاجة. يعني عايز اقول لكم ناس كتير ما بتشتريش ده الا علشان خاطر سعره المناسب. لكن لو فيه اجنبي ومنتج اجنبي وسعره بسيط يا اهلا وساعة. ولا فيه اي فكر تاني خالص ولا كأن ان المفروض كل واحد يبقى عارف كويس قوي اني ان انا جزء من كيان كبير المفروض ليه واجب علي وليه حق علي وانا مفروض اقادي واجب كامل. بس الحاجات دي للأسف مش متجمع مع بعض كويس. ايه بقى السر اللي عمل كده يعني الله هو اعلم. المهم عندي نرجع. ايه الصعوبة بقى? انه ندرس السلوك هذا المستهلك العظيم. عمر في حاجة جديدة ولا انت كنت ناسي. لا 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 يا دكتور انا بس يعني حاجة يعني على الكلام اللي عمر كان بيقوله هو برضو يا دكتور هو يعني الشركات برضو المش مصرية الاجنبية يعني فيه زكاء برضو بتخاطب دي المستهلك. من ناحية ايه? الزكاء ده يعني انا الاعلانات دي طبعا اه رقم واحد. ورقم اثنين والمبنية كمان على اساسها المبيعات انها تكتر وكمان الشركة تبقى مشهورة اكتر من الاول المنتج بتاعها الكواليتي بتاعها. ايه بقى. وفي نفس الوقت برضو زي ما زي ما عمر كان بيقول ان منتج طبعا اه الاجنبي احسن من منتج المصري. احنا لدينا له الحيطة. يا عمر. يا عمر معلش هي كلها حلقة واحدة. هو برضو معلش انت لو بتهتم بالمنتج ده. وبتاع بلدك. ومش بس اه يعني في استخدامه معلش او 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 تفضيله. لأ انا بتكلم هنا على فكرة حتى الانتاج الناس اللي بينتجه. لو عارف كويس قوي ان انا ان شاء الله يا ربي دوري يكون قد كده في في المنتج اللي بيطلع. بس المهم ابقى عارف ان انا ده بالجودة. لان الحاجة دي هتتحط عليها. ما احنا لدينا لهم الفرسة ده دكتور ان هما ياخدوا الحتة دي. يا طبرة دكتور انا لما جيت حسبتها لقيت يعني احنا حرفيا عايشون في خيرهم. احنا مفيش حاجة احنا احنا عاملنا. يعني اه كل حاجة. وعلى فكرة اخرهم ده اخرهم ده جاي من خيرنا برضو. يعني هم بياخدوا. يعني انا دكتور لما جيت برضو مفيش حاجة احنا عاملنا. ويحطوا عليها اسمهم بس. مفيش حاجة احنا عاملنا. فبالتالي احنا برضو الغلط علينا ان احنا ديناهم الفرصة دي. انت فرصة كانت في ايدك ان انت تبقى كل حاجة صنوعها مع الله وصنوعها بلد. بنوعه كان بينزل من من البطاطس الشيبسي اللي هو بيبقى في العلب. العلب اللي هي. تمام? في نوع لا لا كان في نوع من فترة طبعا كبيرة ما نزلتش البلد من ساعة عشان الاسعار اللي عالية قوي دي. فكان بينزل بس في الماركت الكبيرة قوي لانه هو مستورد وغالي جدا جدا. وايه يعني مين بقى اللي يقدر يجيبه مين اللي يقدر ياكل وتخليه في البيت مسلا انا ناقص ان احنا نوزع على بعض في اعياد الميلاد يعني من كدر ما هو قيم والعلبة شكلها كأنها علبة. وغالية. وحاجة كده عظيمة جدا. تمام? جدا. المنتج ده بالصدفة البحتة بالصدفة البحتة. يعني بدون قصد نهائيا بيقول لك العلبة من كتر روعتها محدش بيرميها. بيبص على العلبة كده بصيت لقيته معمول من بطاطس مصري. طب ما دي حاجة جميلة جدا. يا حاجة تحت التحزد. مش حاجة جميلة. لا يعني حاجة جميلة انها منتج مصري. كتير مصرية موجودة. مش معمل لها تسويق. انا اسف. لا هي مش منتج مصري. هو البطاطس مصرية لكن المنتج. المواد الخام هي المصرية. عشان كده بتقولي كده بياخدوه بيصنعوه. انا عشان كده بقولك بالزبط هو مش خيرهم. احنا مش عايشين في خيرهم ده هم اللي فقيرنا. بس هي الحلقة مش حلقات مش مظبوطة صح. رودة وكرولوس الاتنين عندهم حاجة عايزين يقولوها واحنا ما اسمعناهمش. انا اسمع. دكتور ايشو كتا عايزة تقولي حدولي بتاعها فعشان اي مش تعافلها كنت هقول لانا. عمر عشان اجي المايك. بتقولي ان ممكن تقولي ان السوق المستهلك بيحتاج معرفة ازاي بيفكر المستهلك. وبيشعروا بالبدائل المختلفة. وانه برضو ازاي يفكروا ازاي يختاروا بين الاختيارات المختلفة والدوافة. والدوافع اللي بتأثر على سوق المستهلك. رافو. رائع جدا زيها وزيك بالزبط. شكرني يا رافو. عافظ. كورولوس. كورولوس يا دكتور ممكن اقدر اقول ان يعني هو المستهلك اصلا يعني الانسان اصلا زي ما اخدنا في الادارة قبل كده ان هو متغير. يعني في صعوبة ان ندرس يعني اعرف كل انسان وكل الخصائص ويعني ان نعرف هو يعني محتاج ايه. ايه طبعا طبعا. طبعا جدا اكيد في صعوبة بس ما هواش مستحيل. ايه مش مستحيل ورضو يعني في صعوبة ومتغير يا دكتور مش ثابت يعني. طيب نتيجة ايه ما انا لسه ايلالكو حالا في رقم اربعة اللي فاتت دي. اهي. اجيب هي لك. تعازوا متغيرات الايه? البيئة سواء على مين? المنظمات او? الافراد. انا بشكرك يكره. دكتور. هو انا عايز اسأل سؤال على كلام حضرتك. هو بالنسبة ان حضرتك بتقولي اللي هو المنتج اللي حضرتك قلت عليه فحضرتك بتقولي ان البطاطس فيه مصرية. فيعني كده هنا دور التغليف ده هو اللي خلى من المنتج ايمو. مش تغليف. لا لا لا. التصنيع. البطاطس البطاطس نفسها مصرية. ماشي? دي من الزراعات اللي بتتصدر. بس هي هناك بيعملوا عليها عمليات التصنيع والتعبئة وبتجيلك انتي بالسعر ده. يعني انتي معنديكيش بس التكنيك ده. معنى التصنيع ده. ولو تعمل هنا بص تلاقيه مختلف تماما. يعني الحاجات البسيطة دي هي لغيرت المنتج كله. مش بسيطة. هو التصنيع والاضافات والكلام ده مش بسيط يا حبيبتي. بقولك اللي ممكن هو نفس المنتج يتعمل نفس النوعية بتاعت المنتج تتعمل هنا مش هتقدر تحطيها. ليه? لان ما فيش اللينك ده مش موجود انت بتعمل حاجة ها? عارفة اللي هو ايه? انا اسفة بس في الكلمة. يعني ما فيش اتقان فعلا. يعني هي الجودة كلام. ما بي ايه الجودة لو كلام عمرها ما هتدي نتيجة. وللأسف ما فيش حد بياخدها على انها لابد انها زي ما بقول لكم ان فكرة ايه? ان احنا من ضمن الحاجات اهول شاشة اهول حتى تاني. من ضمن الحاجات اللي خلت الاستراتيجية التسويقية مهمة. فكرة ايه? ان المفهوم التسويقي اصبح ايه? فلسفة للمنظمة كلها. زي وزي فكرة ايه? لما اجا اقول لك ايه? ان ان الجودة بقت فلسفة. الجودة بقت ايه? فلسفة. فالموضوع ما بقاش كلمة. استأذنكم دي يا واحدة وعد اذنكم. ترجمة نانسي قنقر اصبح اصبح اص preoc علش يا شباب كان فيه ارأة بس تشكر. احمد اتفضل. آآ تمام يا دكتور. ممكن اقول لها دكتور ان المنتج المصري فيها مشكلة لو حاول مسلا يقلد المنتج الاجنابي شوية. بتعمل مشكلة مسلا كالمنتج او المورد او حاجة. هو يحاول يقلد. او بقول لك هو في حلقة مفقودة. يعني ايه اللي بيخلي ان الناس ما بتشتغلش اه صح? ايه اللي بيخلي الناس دي بقى طبعا ايه? خلي بالك الكلمة دي مطاطة. يعني مين بالزبط? هل المنتج نفسه ولا هل العمان نفسهم ولا هل اللي بيصمم ولا هل المواد الخام ولا هل التكنولوجيا? انا ما اضعش احد كل العوامل دي مع بعض لو اجتمعت بطريقة صحيحة اه هنحل الازمة اللي بقى في وقتها هنستفيد بقى ما تقوليش بقى مقاطعة لا هيبقى الثقافة اللي بين الشعب ايما على فكرة ايه انا بيستخدم المصري. مش عشان اه هو احسن حاجة في الدوني. لأ عشان دي بلدي. يعني معلش ايه ايه هو اه اللي بيستخدم المستورد اه بيقنع نفسه بايه هو ان انا استحق ان انا اجاب دي. انا استحق ان انا استهلك دي طب بلدك تستحق ايه? الفكرة العامة مش موجودة غايبة الوعي ده غايب خالص. احمد اشرف تفضل. اه دوتك يا دكتور اه ممكن يعني. حضر يا عيد. اه هي الفكرة على مو يعني المصر الاجنامي حسن من مصر دي جاء بسبب زي غسل دماغ من اعلانات وعموما للفكرة العامة عن الغلج زي اميكا والدول العلج من تانية روسيا اميكا وكده. بالنسبة لان هم اقتصادهم عالي يعني وعاملتهم عالية. فالنسبة يجي لها زي ايه ده اه ده جاي من اميكا دولة اقتصادهم عالي. فبيشوفوا ان الحاجات بتاعتهم تبقى جاية بجودة اعلى. بقواهم ان كتير حاجات مصرية كتير. تبقى جودتها اعلى بكتير. بس ما تبقى اش معوفة في مصر. يعني زي مصر اللي هو بتاع العصير سويس فاتس تقريبا. ما كانش حد عايت عنه حاجة اساسا. اه. وما تعرفش إلا لما تعاملت المقافة. بسبب ان يعني الحاجات دايما تبقى الناس مستوضاها. او عمو مصر تستوضاها بتبقى بالنسبة للناس دي الحاجة جاهلين بقى وطب بيبون باهرين بيها. وال. مم. فبتبقى عاملة زي غسل الدماغ يعني بقى في ناس كتير عاملين زي يعني معاملهم غسل الدماغ. يعني كنت قبل كده رابط السوبر ماركت بكلم يعني بسأله عن المنتجات المصرية. بقول لي المقاطعة دي لناس الفاضية. قلت له ليه لناس الفاضية. بقول لي واحد ماشي عليها والعشر بقى ايه اللي مش ماشين. قلت له طيب هنحسب واحد مش عليها وعشر بقى مش مشين يعني اخنا مليون مليون هيبطي عشر مليون مشين عليها بالزفر. عشر مليون دي رابطه مش فوق مقللي دي يعني. معلش انا اسفة والله العظيم يا احمد بس انا عايزة معلش اخر حد كان بينقاشني مين مش عارفة. الاسم مش قدامي? اه. الاسم مش قدامي. ولا اه اسم احمد اشفل. احمد اشفل. احمد اه. دلوقتي احمد بس هو اه يعني هو السؤال ديك والزميلة. اه? هي المقاطعة دي. احنا احنا عاملنا عشان مين? عشان فلسطين. هو الناس عاملناها عشان فلسطين بس احنا ممكن بوضو ان اعملها بوضو عشان ايه? عشان يعني نوصل عمونتجات بلد. مش ممكن نعملها. لأ انا دلوقتي انا بقول لك ده اللازم. لازم تعمل. عشان اولى بالاولى مين? تعملها عشان بلدك. عايز. بس لكن هي اه هي انا مش فأقول الله العظيم احنا فعلا ما النشكة. يعني اه عشان احنا مقتنعين بفكرة معينة وملهاج دعوة بلدنا. احنا بنكلنا تقريبا اغلبنا اه مجتمع عليها. لكن لو حاجة جوه البلد ميت حد فينا هيشكك في النص. ممكن يا دكتور عشان زي ما حضرتك قلتي مفيش توعية مفيش حد يتكلم. واصلا فكرة المقاطعة دي جات كلها من على الفيسبوك وكل الحاجات دي. انما لو كانت حاجة هنا جاية الحكومة بتقودها مسلا. او بالضبط ده. هيشكك في الاسباب والنواية وفكرة المؤامرة. اتفضلي عيدة. صباح الخير يا دكتور. هو انا شايف فكرة ان انا اقلد المنتج الاجنبي هي مرفوضة اصلا. ليه ما ديش فرصة لناس اللي عايزة تفكر مسلا منتج او انها تختارع ليه ما ديش الفرصة دي. المهم يا حبيبتي في الاخر. ايه ماصري بس انا ما قلت همش. حضرتك عملتي منتج موجود برما اصلا مفيش حاجة يعني اسمها كده حبيبتي انت تعملي ممكن تعملي لنفسك حتى رائد الاعمال مش بالضرورة يكون جاي بالفكرة اللي محدش بدوني عملها. لا ممكن تبقى فكرة مستهلكة لكن هو عمل لها اضافة. ها? يمكن الاضافة دي تتوافق اكتر مع طبيعة مجتمعنا. واللي انت فهمها اكتر. منه. تمام يا رجل. برضو ما نقفش عند عقدة. ها? احنا لازم حاجة تبقى احنا منفردين. لا خالص. يا سيدي بس ارحمنا من الاستراض. اعمل ايه. ايه تمام ماشي بس اللي هو ما بقى تشمع اللي ده منتج اجنبي واقول ان انا لازم ابقى عامله يبقى تبكى منه اللي هو بنفس المتارية اللي بنفس كل حاجة. انا بقولك نسرق انا بقولك ننتج. انا مش بقول ان احنا ناخد حاجة كده اه سرق. لا احنا بناخد ام يعني فيها جزء كبير جدا ايم على فكرة الميزة التنفسية. احمد اه وطارق اعتقد احنا خلصنا النقاش مع بعض. انا تمام او لحد عنده حاجة? تمام. طيب ايه الصعوبة بقى في دراسة سلوك هذا المستهلك العظيمي? اول حاجة ان النظريات والعلوم اللي بتفسر وبتدرس السلوك الانساني كتير جدا. بيخلينا بيحسين ان ما فيش نمط امثل لتفسير السلوك ده. يعني كل نظرية وكل علم بيفسروا بطريقته. عشان كده الامر عارفين بقى ايه? بقى في ايه? يعني زحمة. بقى في تداخل بين العلوم والنظريات دي. دي اول حاجة. اتنين تعدد العوامل الداخلية والخارجية انا لسه ايللكو اصلا المتغيرات البيئية اللي بتأثر على سلوك المستهلك. فالعوامل دي بتخلينا احنا مش عارفين انهي عامل اكتر من التاني في التأثير على سلوك هذا الايه? المستهلك. يبقى تعدد الاول حاجة تعدد العلوم والنظريات. تاني حاجة تعدد العوامل الداخلية والخارجية اللي بتأثر على سلوك المستهلك. تلاتة ما فيش معايير عندي موضوعية عشان ابتدى احلل الانماط السلوكية للمستهلك. ما عنديش معايير اقدر اعتمد عليها. رابع حاجة عندنا دي كانت رقم تلاتة. رابع حاجة ان المستهلك نفسه ما بيبقاش قادر يفسر بعض سلوكيته. يبقى احيانا كده فيها جزء لا شعوري شوية. انت ليه اشتريت ده? احيانا كلنا بيحصل لنا الكلام ده على فكرة. قولك والله انا معرفة انا اشتريته لك. فيها جزء لا شعوري. واحد كده سرحان حد مش مركز. الانسان على فكرة ليس بقادر على تفسير سلوكياته نسبة كبيرة في حاجات كتير. مش بس سلوك. ده حقيقة فعلا. طب الحمد لله ما حقيقة. طيب. عايزين بقى بعد الصعوبات? هم? نقدر نفرق عشان نعرف ندرس السلوكيات صح. لابد ان احنا عشان نعرف اه طبيعة السلوك نقول كويس قوي ونحدد هو احنا بنتكلم على انه مستهلك بالزبط. هل مستهلك نهائي? ولا مشتري ايه? صناعي. نبتجي ايه? نوضح مين فيهم كده بالراحة واحدة واحدة كل واحد فيهم لوحده. الاول المستهلك النهائي هو الشخص اللي بيقوم بشراء السلع والايه? والخدمات. بهدف اجباع حاجة او رغبة لديه او لدى افراد ايه? اسرته او اي حد بيعوله. عشان ممكن زي ما تقولوا اه فكرة اللي من يعولهم دي طبعا حتة بتحبوها انتو قوي حتة الهدايا يعني. لكن لو هو بشتري لنفسه عشان يشبع احتياج او رغبة في الحالة دي طبعا شراءه للسلع او الخدمات في الحالة دي بيكون ايه? مستهلك نهائي. طيب اه ايه هو بقى قرار الشراء لدى المستهلك النهائي? هو قرار الشراء هنا بيمر بمراحل مختلفة عن المشتري الصناعي خالص. نبتجي نشوف المراحل دي. واحد ونقطة البداية هو الشعور بالايه? بالاحتياج. وشرحناها على البورد وفهمنا انتو الحتة دي كويس قوي. يبقى شعور الاحتياج ده لسلع او خدمة يبقى اصبح عندي ايه نقص في الجزئية دي. تاني حاجة ابتدي بقى في كمستهلك نهائي عشان اتخذ قرار الشراء ابتدي ادور على ايه? على معلومات واجمعها عن السلع والخدمات اللي هي محور الاهتمام اللي هي خاصة بالاحتياج او الرغبة اللي عندي. طيب عملت ده جمعت كل المعلومات اللي انا عايزها. ابتدي اقيم البدايل. ايه البدايل بتاعت السلع والخدمات دي? علشان انا ما بعمل تقييم معناها بحط ايه? النقاط الضعف والقوة بتاعت كل بديل. تمام? يعني بشوف قدامي كده ايه الاشياء السلبية والاجابية في كل بديل من البدايل اللي هتشبع الايه الشعور بالاحتياج ده. بعدين انا خلاص جمعت المعلومات وقيمت الايه البدايل ابتدي بقى عملية الاختيار او اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هنا يعني انا خلاص بابتدي ان انا اشتري بالفعل السلعة او الخدمة اللي هتشبع احتياجي. طيب خلصت على كده? لا. ده بقى فيه الفاكرين الجزء اللي قلته عليه اللي هو بتاع الندم تقريبا كمين اللي بيقولنا عمر? اما قال ان انا بعد ما بروح ببتدي اشوفه وانا ايه اللي انا اشتريته دوت وزايد بعد فلوس دي كلها. يجي بقى عندي طبعا مرحلة النتيجة او ايه احسيس ما بعده اشرق. اما رضا او عدم ايه? رضا عن القرار اللي انا اشتريته. طبعا لو لو السلعة اللي انا اشتريتها او الخدمة اللي انا حصلت عليها اشبعت احتياج او رغبة واشبعتهم بما توافق مع التوقعات بتاعتي في الحالة دي بشعر بالرضا والعكس ايه? صحيح. وده اللي بيخليني اعيد قرار الشراء تاني او معدوش. بس انا عايز اتناقش معاكم في الجزئية دي شوية. هو انا دلوقتي لو بتكلم عن اه اشتريت ها? اتخذت القرار. وبعدين المفروض ان انا السلعة او الخدمة اللي انا حصلت عليها تتوافق مع توقعاتي. اكتبوها قدامكم كده. تتوافق مع ايه? يا اما تتوافق او لا تتوافق. لو توافقت مع توقعاتي. تمام? يبقى في الحلقة دي هشعر بالرضا والعكس ايه? صحيح. طيب التوقعات دي جات من ايه? التسويق عن المنتج او التسويق عن الاعلان. معلش لازم نلول نطلب كل شوية تطلعي. الناس يا معلش. ما تفقيتش يا رب. ايه بتجي من الصورة اللي انا تصورتها للمنتج وممكن ساعات في ناس بتحط حاجات مش في المنتج. كان نعمل ان هو يشدك. فانتي بتتخيل صورة المنتج ده في دماغه. لا اديني حاجة واحدة بس. كل واحد فيكم اديني حاجة واحدة بس. من اين? من الصورة اللي انكم حرسمتها للمنتج في دماغه. ايه بقى رودة قالت لنا ايه? من ايه? من الصورة اللي انا ايه رسمتها للمنتج. تمام. اه ممكن اقول لدكتور بيجي من احتياجي. لانا عايز مسلا بيحتاج المنتج ده او حاجة. فبقدر اتوقعه هو هينسبني ولا لأ? ماشي. اه عمر طارق? هو ده دكتور بتيجي اه بعد اه بعد اما انا ببقى اضربت المنتج ده. فبقى عايز انا طول الوقت المنتج ده بقى فتطور. ماشي يعني التوقع اجيب من اين? من تجاربي اه الاسم ايه ده المستمرة. التوقع اجيب من التجارب. دكتور ممكن اقول? انا شايفة التوقعات دي بتيجي من النتائج اللي انا عايزها يعني مثلا انا جبت نصيرها معين لشعري. معلش انا 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 نرهان روماني دكتور. انا شايفة. تفضلي. يا نرهان انت دخلا باكاونت مين? تفضلي يا نرهان. نرهان. طيب لغاية نرهان ما الصوت يا صوت هيجي لنا? ايه انا قلت ان هو بيجي من التسويق او الترويج يعني انا عملت تسويق عن المنتج ده فابقى مستنية ايه ان انا لقى الحاجة او الموصفات او الحاجة او الجودة اللي هم قالوا عليها لو هم عملوا ترويج للمنتج بتاعهم. بيبقى فيه مصدقية يعني. يعني تقصدي التسويق او الترويج هو اللي عمل فكرة التوقعات. اه بالزبط. ماشي. حد لي وجيت نظر تانية في موضوع التوقعات. اه دكتور اه شوف مسلا ان هو ممكن يكون من تجارب الناس اللي قابلي. والتجارب بتاعتهم او الصمع يعني. دكتور يمكن اقول حاجة? اه الهن عمر. ماشي يا عمر. انا يا دكتور نورهان. دكتور هو انا شايفة التوقعات دي بتكون النتائج اللي انا عايزاها. يعني مثلا مثلا انا جبت نوع سيرة معين لشعري. انا جبته وانا متوقع ان هو خلال مثلا اسبوعين هيديه نتيجة مثلا التأصفات هتقل لاي حاجة. فانا جبته متوقع كده. لو حصل بقى النتيجة التوقع دي فانا هفرح ان انا تجربة الشراء اللي انا عمتها دي جد بفايدة. وهكون راضية جدا عن المنتج اللي انا اشتريت وممكن كمان عيد التجربة. لكن لو ما عملاش بقى التوقعات اللي انا عايزاها واللي انا محتاجاها تبقى تجربة وحشة قوي. وممكن عاية على فلوسنا دفعتها. يعني ايه? يعني يعني ماشي. قبل ما تعياتي بس. برضو الفكرة جات منين? يعني انا جاتني منين الصورة دي? بيكون بناء على حاجتين. للا تجربة من حد قال هالي مسلا لحد قال لي تجربة حصلت معاه? او للا بقى ترويج يعني الشركة روجت اللي هو انت لو استخدمت المنتج ده في خلال حاجة هيحصل لك نتيجة اللي انت ما عايزها. بيكون حاجة من الاتنين دور عشان كده عرفت ان ده لي مفوق. ماشي. انت قبل كده قلت لنا الترويج ودلوقتي قلت لنا التجربة بتاعت الاخرين. اه بالزبط كده. تمام? ماشي. توقع تاني? اتفضلي. انا نسيب بس اشيلي اللي. لو ميلو حبيبتي مفيش اي حاجة. احنا معاك في اي مشكلة. انا تصبر على هيئة وقت. ماشي. يومك نهار دي. يبقى هنا عندنا يا شباب. اه زمايلكوا تقريبا كده اعمل على الو. اه روضة قلت لنا التوقعات جاية من الصورة اللي توقعتها او او حطتها في دماغها عن المنتج. اللي احمد علي قال لنا من الاحتياج. اه عمر وعمر طارق الاتنين اشتركوا في فكرة التجارب. اه نورهان قالت لنا الترويج وتجربة الاخر. وانا قلت على فكرة انا اللي قلت الترويج والتسويق الاول على فكرة يعني. يبقى توقع ونورهان مشتركين مع بعض. خلاص يا فندي. ليكي حق طبعا. يبقى توقع ونورهان مشتركين في فكرة الترويج والتسويق. طيب. ايا كان كل الاسباب اللي انتو بتقولوها صحيحة جدا. يبقى انا وفقا اعارفين اللي هو تعددت الاسباب والايه? والتوقعات واحدة. يعني الاسباب دي كتيرة. ها? جات من اتنين بقى جات من تجربة الاخرين. جات بني وبالنفس كده. ان انا عادت حسيت ان انا يا سلام ده انا لو اشتريت الشوكلت دي هلاقي طعمها اخرافي. وهبقى هنبسط جدا جدا لو كلتها ودي هي اعتبر سلعة السعادة واشرب المشروب ده مش عارفة بعدها مشروب السعادة. هشرب الاتنين هطير. افكار وحاجات. ممكن. آآ عندنا شروق كمان بتقولنا ايه? التوقع ايه? انا مش عارفة مش بلحق. ممكن تنزلهولي تاني كومنت لو سمحت. يعني آآ كلامكم كله رائع. فانا هنا آآ برضو زي ما لكم ما قالونا ان فكرة اتفضل يا شو? المايك اشتغل? دكتور. حضرتك سوعيني? انا ممكن اقول ان التوقع ان فرد. اخيرا خلصنا بقى من مرحلة الجوابات اللي عادنا. انا مش عارفة صوتي واصل ولا لا. انا ممكن اقول ان التوقع ده ان الفرد ان هو بيتصرف بطريقة معينة. علشان في دافع هو بيحفزه من جواه ان هو يختار السلوك ده او السلوك معين بدون سلوكيات تانية اصلا بسبب نتيجة ان هو بيتوقع الحصول على الشيء ده. يعني هو شايف ان هو حاجة حلوة جواه بتحفزه. فهو بيكون بتوقع دليم. تمام. يعني هو شايف هنا ان انا اه الشيء دوت يعتبر بيحفزني. تمام. يبقى هنا دخلنا فكرة التحفيز ودي طبعا اه جديدة شوية عشان ما حدش فعلا في زميلك انا. تمام. يبقى هنا ايا كان بقى السبب اللي حضراتكم بتجمعه آآ عليه. المهم عندي ان احنا نعرف كويس قوي. هو انا ايه اللي بيخليني آآ اوصل لمرحلة الشراء او بتاخذ قرار آآ الشراء. قلنا انا كمستهلك آآ نهائي. انا اول حاجة اول مرحلة بمر بيها. هو ايه شعوري بالاحتياج. وبعدين ايه ابحث عن معلومات. انا لو لو في حالة طبعا ان ان المنتج يتوافق مع توقعاتي ده دليل على ان المرحلة التانية تمت صح. المرحلة الايه? التانية تمت صح. اه دكتور فهمين. اه دكتور ما. يبقى انا لو انا جمعت معلوماتي صح. طبعا جمعتها بقى من حد جرب السلعة. جمعتها من رجال آآ تسويق ورجال ترويج. آآ جمعتها من اعلانات آآ اونلاين ولا مش اونلاين. جمعتها من ريفيوز شفتها على الفيسبوك على حاجات كتير. ايا كان الطريقة. ها? المهم يبقى انا في حالة مرحلة جمع البيانات والمعلومات لابد ان انا اتحرط دقة جدا لان ده هينعكس علي في المرحلة الخمسة. للي ايه احساس ايه? ما بعد الشراء اما الندم ها? وعدم الرضا او ايه? ان انا اشعر بالايه? بالفخر ان انا اتخذت قرار الشراء ده وان انا عرفت اجمع معلومات صحيحة وعرفت او اشبع احتياجي او رغبتي. خلاص? طيب. اركزوا بس. ولما تقروا المراحل بعد كده يعني اقروها بالطريقة اللي انا قلتها دي. ان كل مرحلة من المراحل ليها تأثير كبير علي كمستهلك نهائي. اتفقنا? خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله. المحضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه يا حمدتي مع السلامتي اخيرا اخوتي واما اخياتي. مع السلامة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة